نناقش مع ضيوفنا لربما هذا التحذير الأمريكي وهذه الخطوة التي على ما يبدو ستتخذ بدءا من الغد بحسب آخر المعلومات أستاذة فيكتوريا كوتس الولايات المتحدة تتجه لحظر الواردات النفطية الروسية بمعزل عن الأوروبيين كما علمنا قبل ساعات. ما أهمية هذه الخطوة أحدية الجانب سيدة كوتس وما الذي تسعى واشنطن للوصول أو لتحقيقه من خلالها أعتقد بأنها خطوة مهمة جدا وهي طلع الولايات المتحدة قادرة على ذلك الكثير من الأمريكيين طبعا تعجبوا من أن هناك ثمانية مبئة من الصادرات من النفط. حاجتنا النفطية طبعا نتلقاها من روسيا طبعا روسيا ومملكة عبية السعودية هما أكبر منتجتين للنفط ولكن بالنظر إلى أفعال الحكومة والتي طبعا هي ضد السلام والرفاهية في أوروبا فإنه من حقنا أن نقرر بعدم استيراد ذلك النفط وطبعا سأقول أيضا بأننا نريد ربما أن نستبدل ذلك من نفط من إيران أو فينزويلا فبكل تأكيد مثلا حينما حينما رفعنا العقوبات في ألف أو حينما عاقبنا إيران فإننا عملنا مع المملكة العربية السعودية والسعودية لديها قدرات إضافية أكثر وطبعا ضمننا بأنه لن تكون هناك لن يكون هناك ارتفاع في أسعار النفطة ولكننا نعمل طبعا بكل تأكيد لزيادة إنتاجنا المحلي حتى لا نعتمد على مصادر أجنبية لا يمكن الوثوق بها هذه خطوة صائبة من أجل أمننا الطاقوي ومن أجل استراتيجيتنا القومية لم تتخذ الخطوة بعد سيدا فيكتوريا لكن الجنب الروسي يتحدث عن عواقب كارثية على السوق العالمية في حال اتخذ الغرب خطوة من هذا النوع يعني يتحدث نائب رئيس الوزراء الروسي عن وصول سعر برميل النفط أو تخطيه لثلاثمائة دولار أمريكي وبالتالي يمكن الجانب الأمريكي أقل المتضررين من خطوة كهذه لكن ماذا عن التداعيات على مستوى العالم لقد قالوا أشياء نفسها حين وجهنا إيران وعقبنا إيران ولم يحدث شيء الولايات المتحدة إذا كانت جدية بشأن استقرار أسواق العالمية فيمكن أن نجد الفائد فنحن لما نتحدث عن دولة مثل ليبيا وطبعا إنتاجها الآن هي الدولة التي تنتج ويمكن توسيع الإنتاج كما قتل الولايات المتحدة يمكن أن تزيد الإنتاج المحلي يمكن أن نعمل طبعا مع حلفائنا التاريخيين في الخليج هذا يمكن أن يحدث حتى لا يكون هناك ضرر لسوق النفط العالمي وأنا أفهم بأن الخطوة الأمريكية وطبعا ألمانيا كانت واضحة اليوم بأنها لنتخذ هذه الخطوة ليس كل الغرب إذن متحدا بشأن هذه القضية ولكن أنا لا أرى بأن هذا شيء مأساوي إذا وصل أو بأن النفط السياسي إلى 300 دولار الموقف الأوروبي سنناقشه مع الأستاذ محمد قواص بعد قليل لكن مسألة الولايات المتحدة بالذات من الواضح لربما أن التحركات الأمريكية الأخيرة هذه الزيارة الأمريكية إلى فنزولا خلال الساعات الماضية الحديث اليوم في وسائل الإعلام الأمريكية عن إمكانية زيارة الرئيس بايدن إلى دول الخليج أيضا إشارات إلى أن الجانب الأمريكي أستاذ فيكتوريا يبحث عن بدائل سأحاول أن أعود إلى هذه النقطة إن سمح الوقت في سياق هذا الحوار أستاذ إلينا ما إن تم الإعلان عن بحث هذه الخطوة حتى توالت المواقف الروسية ونحن نتابعها تباعا تحذيرات واضحة جدا كما ذكرنا موسكو تحذر من أن سعر النفط قد يصل إلى 300 دولار للبرميل في حال حظر الصادرات الروسية وبالتالي كيف يمكن لموسكو أن تتعامل مع القرار الأمريكي إن اتخذ كانت قد تحدثت نامسي بيلوسي بالأمس إلى أنه الهدف حظر استيراض النفط منتجات الطاقة الروسية سيفسح ذلك المجال العلاقات التجارية الطبيعية مع روسيا بل سيفسخها كما قالت تحديدا والهدف منع روسيا من الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية هل يؤدي هذا القرار حقيقة نستاذ إلينا إلى عزل روسيا اقتصاديا لحتى الآن هذا القرار يستثني دول أوروبية ولكن بهذه القضية كل شيء وارد هنا أنا أتفق مع زملائي واستخدام الوقود كنعم الأسلحة الاقتصادية هذا وارد جدا من كل الأطراف وحتى من قبل بوتين كخطوة ولكن نتائج هذا الشيء ستكون صعبة بالنسبة للعلاقات الروسية الأمريكية فهذا كان متوقع وروسيا من جانبها كانت تفكر بقطع هذه التصديرات لأن نسبتها ليست كثيرة وجميع المختصين كانوا يعرفون بأن أمريكا تشتري نفطا ومشتقات من روسيا ولكن النسبة بالفعل هي حوالي 8% هذا ليس كثير وهذا ليس كثير بنسبة لحجم التصديرات من روسيا ولكن هذه الأسلحة الأسلحة الاقتصادية ما تم استخدامها لحتى الآن بشكل كامل ولا نستطيع أن نستبعد أن هذا شيء ممكن أن يحدث لكن هل تحضرت موسكو لذلك جيدا أستاذ إلينا قبل أن نذهب الأستاذ محمد؟ يعني القيادة الروسية تقول أنها حضرت نفسها لهذا الشيء رئيس بوتين على أقل مستعد لكل السيناريوهات كانت هناك بعض التصريحات تثير قلق من قبل مسؤولين كبار آخرين مثلا برئيس الوزراء الروسي سيد باريسف قال بأن روسيا كانت متوقعة هذه الضغوطات ولكن ليس بهذا الحجم أما الناس فأكيد لديهم صدمة والجميع يفهمون بأن مستوى المعيشة سيتدهور صحيح هو يعني بطبيعة الحال كما ذكرنا يمكن واشنطن أقل المتضررين من قرار مماثل لكن أستاذ محمد كما بات الكل يعلم الجانب الأوروبي غير جاهز لخطوة من هذا النوع أوروبا غير قادرة بالوقت الراهن على اعتماد استراتيجية التخلي التام عن الطاقة الروسية بس بدي أسأل أستاذ محمد كيف يمكن لبوريس جونسون أن يعد بذلك خلال أيام يعني كنت أتابعه يتحدث اليوم عن التوصل لهذه الاستراتيجية خلال أيام ما لا يحتاج الأمر إلى وقت طويل أستاذ محمد يعني بوريس جونسون قوي إنسان قوي جدا يعني استطيع أن يفعل ما يريد أولا بريطانيا تستورد واحد بالمئة يعني إذا كان فيه تمتماينة بالمئة للولايات المتحدة فبريطانيا واحد بالمئة يعني قصده بريطانيا اللي به فرادها أسأل محمد هذا ما نفهمه تماما فبالتالي هو غير مرتهن كثيرا لروسيا في هذا الشأن وأنا عندما استمعت إلى سيدة بكتوريا في موضوع أن بعض الأمريكيين كانوا متفاجئين الولايات المتحدة تستورد ثمين بالمئة من نفطها من روسيا يعني أنا الغرابة في ذلك إذا ما كانت دولة مثل ألمانيا تستورد تسعة وعربين بالمئة من غازها من روسيا دولة مثل بلغاريا تستورد سبع وسبعين بالمئة من روسيا ودولة مثل مقدونيا الشمالية مئة بالمئة واللائحة تطوله بالتالي هذا الأوروبا التي وثقت جدا بهذا الصديق الودود الروسي وارتهنت إلى روسيا في موضوع الطاقة طبعا فوجئت بهذا الموقف الروسي الذي بدأ عدائيا ومفاجئا إلى الدرجة التي أفصحت عنها ألمانيا بهذا التشدد هذه الأيام ضد موسكو وبالقلابها من دولة سلموية ضد السلاح إلى دولة تذهب إلى حالة التسلح فهذا فقط لشرح المزاج الأوروبي الحالي في هذا الشأن لكن المفارقة الكبرى سيد شانطال هو ليس أن أوروبا لم تتخلى عن الطاقة الروسية لكن روسيا التي تواجه هذه المواقف الشرسة الموجعة على الاقتصاد الروسي لم تلوح أبدا بأنها ستقطع الطاقة عن وبالتالي وكأن هناك قواعد لهذه اللعبة لم تنتهك حاليا لا من قبل الغربيين ولا من قبل الروس حتى إذا كانت الولايات المتحدة تريد أن تستغني عن 8% فهذا لا يعني أن هناك ثورة كبرى في موضوع الغاد ثانيا أن روسيا ستبقى منتصرة عندما يكون هناك حوالي 175 دولة 176 دولة ضد الحرب صوتوا في الجمعية العامة المتحدة طبعا 141 كانوا ضد و35 امتنعوا هذا يعني أن 176 دولة تقف ضد روسيا في هذه الحرب هناك أربع دول مع هذه الحرب ومع ذلك روسيا لا تشعر بهذا الحرج ولا أعتقد أيضا في حال تم اعتماد هذا النهج هذا يعني أن الولايات المتحدة تقود حربا ضد روسيا وبالتالي عندما تقرر الولايات المتحدة أن تقود حربا ضد روسيا هذا يعني تموضع كامل وتحول كامل في كل العلاقات الدولية المتشنجة المتوترة الباردة مع بعض الدول المصدرة للنفط للمساهمة في هذا المجهود الحربي وهذا عقلانيا مفترض أن تقلق منه روسيا جيدة هي كثيرة هي الأمور التي نقلق منها أستاذ محمد قواص وضيوفي الكرام يعني اليوم نتحدث عن النفط معكم لكن في ورقة أخرى مخفية حتى الساعة لكنها بإمكانها أن تشكل قنبلة موقوطة على أوكرانيا والدول المجاورة بمن فيهم روسيا بالذات دكتور إيفان الإنعكاسات السياسية الاقتصادية المالية ستظهر تباعا كما ذكرنا في بداية هذا الحوار لكن الإنعكاسات الأمنية على ما يبدو ستكون الأقصى على أوكرانيا ومحيطها اليوم الحديث عن إنعاش سوق المقاتلين الأجانب أو ما يعرف بسوق المرتزقة البعض يتحدث دكتور إيفان عن تكرار المشهد السوري المشهد الأفغاني اليوم على ما يبدو ممكن لذلك أن يتكرر في أوكرانيا ألا تتخوفون من تحول كييف بداية إلى وجهة التطرف لا نتوقع ذلك لأن أولا نحن نعتمد على جيشنا وعلى شعبنا الذي تصلح الذي يمكن كل الرجال الذين يتمكنون من حمل السلاح فهم جاهزون للدفاع عن أوكرانيا بالفكرة أبي وأخي هم الآن يدفعون عن كييف وأنا من مدينة إيربين الآن أصبحت مشهورة في العالم ولم أتوقع ذلك ومدينة إيربين جدا مدمرة من الصواريخ والدبابات الروسية التي استهدفت كذلك المباني السكنية وبخصوص المرتزقة كما ذكرتم فهناك تصفية أمنية جدا دقيقة بخصوص أي شخص الذي يتطوع للضمام إلى هذه الفايلق الأجنبي لأوكرانيا وكما نحن نعرف أن الفايلق الأجنبي موجود في دول مختلفة وكذلك بخصوص المتطوعين فالآن يتمكنون أن يأتون فقط عن الأراضي الأوروبية وبهذا السبب يجب عليهم أن يحصلوا على البيزا شنغان ونحن لا نساعد لهذا وعلى كل حال كل المتطوع التي توجه إلى أوكرانيا هو أولا يتم تأكد أنه ليس متطرف ونحن لا نريد متطرفين في صفوفنا وكذلك لا نريد الروس في صفوفنا الذي زار روسيا أو كان مع روسيا نحن لا نريد جواسيس في هذا وبسبب هذه الضيقة لأننا لا نتوقع التطرف ولكن زيادة القوة للجيش أوكرانيا وكذلك أرد أن أذكر فقط بالنسبة للفكرة السابقة بخصوص النفط وعندما روسيا تحرك جيشها وتزداد سعر النفط يعني روسيا تكسب المال أكثر من هذه الحرب ومن هذه التحركات وبالطبع نحن نرحب بإمكانية فرض هذه الأقوبات حتى لتأثير اقتصادي على روسيا وحتى لا تتمكن هي أن تمول الحرب في أوكرانيا والصواريخ تستهدف المدنيين بطبيعة الحال الصراع الدائر الذي نتابع دكتور إيفان وضيوفي بين روسيا وأوكرانيا لا يقتصر كما ذكرتم جميعا على شكله العسكري هنا نضيف أن أدواته تتعدد أيضا نتحدث الليلة أيضا عن الحرب الإلكترونية التي يحاول الطرفان استخدامها مجددا زميلنا هاني زيادة معنا نتعرف معك هاني إلى تفاصيل هذه الحرب بين كيف وموسكو العمليات الميدانية ليست جبهة الحرب الوحيدة بين روسيا وأوكرانيا في الفضاء الإلكتروني شكل جبهة موازية لا تقل خطورتها عما يشهده الميدان البرلمان الروسي كان قد وافق على قانون جديد يواجه ما أسمته الحكومة الروسية حرب المعلومات التي تستهدف بوسكو كما أصدرت السلطات قوانين جديدة بشأن بث الأخبار الكاذبة تعاقب أي شخص ينشر أخبار تعتبرها موسكو مزيفة بالسجن ويترتب على هذا القانون وفق وقف عدد من المؤسسات الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي خدماتها في روسيا تعتبر موسكو أنها تواجه أو تعتبر أنها تواجه حملة معلومات كاذبة تهدف إلى تجويه صورتها وتنشر أخبار مضللة عن الجيش الروسي في المقابل اتخذ الاتحاد الأوروبي خطوات مشابهة بحشب قنوات RT ووكالة سبوتنك في أوروبا بدعوى الحد من تأثير الدعاية الروسية على الرأي العام لشعوبها استبقت الحرب الميدانية بين روسيا وأوكرانيا وحرب المعلومات حرب من نوع آخر وهي الحرب السيبرانية قبل يوم من الغزو الروسي لأوكرانيا وصاب شلال مواقع حكومية مهمة في العاصمة كييف ووفقا لمختصين قام القراصن بهجمات أغرقت الخوادم بطالبات غير مشروعة من خلال تحميل البنية التحتية للخوادم بشكل مرتفع مما أدى إلى توقفها عن العمل ووجهت كييف اتهاما لموسكو بوقوفها وراء الهجوم السيبراني وتتحدث مصادر صحفية عن أن الحكومة في كييف تبحث عن متطوعين قادرين على صد هجمات القراصن الروس وربما تسعى أوكرانيا في تنفيذ هجماتها السيبرانية لاستهداف البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات الروسية شكرا لك هاني على هذا العرض لا يمكن غض النظر ونحن نتحدث عن تبعات هذه الحرب العسكرية عن هذه الأنواع من الحروب الموازية التي نتابعها والتي عادت لتظهر وبقوة خلال هذه الحرب أستاذ فيكتوريا إلى أي مدى تشكل هذه الحروب الموازية مع هذه العملية العسكرية خطرا حقيقيا يمكن يوازي خطر العمليات العسكرية نعم بكل تأكيد إنه تطور مهم جدا حين يكون هناك المعلومات والطاقة وهي تلعب دورا كبيرا فمثلا كان هناك سيناتور قال بأن هذا النزاع هو نزاع الطاقة نحن طبعا لم نظن بأن الفضاء الأمني سيتضمن مواقع التواصل الاجتماعي طبعا وأصبح هذا مسرحا كبيرا لهذه الحرب بكل تأكيد قضية الأمن السيبراني ستكون في مركز الجدل الدولي في واشنطن وفي دول النيتو وأيضا داخل أوكرانيا نفسها إذن علينا أن نضمن بأن دفاعاتنا تكون قوية وطبعا هذا مهم جدا وطبعا ربما سنرى كثير من التوترات داخل ربما الكونغرس والإدارة في الأيام المقبلة بشأن هذه المواضع سنكون بمتابعة للقرارات الأمريكية بهذا الخصوص أستاذا فيكتوريا لكن أستاذا إلينا البعض يقول أنه يمكن هذه هي الحرب حرب المعلومات هي التي تؤذي روسيا أكثر إلى أي مدى يمكن لهذه الحرب أن تؤثر على الموقف الروسي الداخلي وتعطي المعارضة الروسية دفعا أكبر هي حرب المعلومات على كل ليست سببا لهذا النزاع ولهذه الأزمة لكن في قانون جديد أستاذا إلينا في قانون جديد البرلمان الروسي قد يوافق عليه أو كان قد وافق عليه بما يخص حرب المعلومات يعني الأمر واضح أنه يؤذي الإدارة الروسية لا سبب اتخاذ هذا القانون برأيي هو غير أو إجراء هذه العملية بشكل خاص تطلب مزيدا من التشديد في روسيا وهذا ما يحدث أنا حتى ممكن أذهب أبعد من ذلك وأقول أنه هناك يمكن حتكون بعض التغيرات في داخل روسيا والجميع الآن يركزون على أوكرانيا ولكن ما يحدث في داخل روسيا لا أحد يعرف ولكنني أستطيع أن نتكهن بأنه رئيس بوتين لن يترشح في سنة 2024 وهناك تحت طاولة يمكن أن تتم تحضير لعملية نقل السلطة فهذا التشديد هو ممكن يساعد لهذا الشيء وأنا أستطيع أن أتكهن أنه حيتم التخلص من بعض الليبراليين في الحكومة والمزيد من السلطة سيكون في يد رجال آمن وجنرالات من محيط بوتين هذا هو الثمن الذي ستدفع روسيا برأيك أستاذ إلينا هذا ليس الثمن هذه هي خطة وهذه هي العملية مدروسة ممكن أن نقول هذا ليس الثمن بطبيعة الحال هذه الخطوات التي نتابعها هذا هو السيناريو سأعود مرة جديدة بطبيعة الحال في لقاءات أخرى للتحدث عن هذا السيناريو المهم اللي طرحته أستاذ إلينا سبونينا أستاذ محمد الخطوات اللي اتخذ الجانب الروسي حتى شاهدناها في الداخل الأوروبي خطوات مشابهة حجب قنوات RT ووكالة سبوتنك في أوروبا كيف نظرت لهذه الخطوات السيد محمد قواس يعني في ناس ترى أن هذه الخطوة مجحفة في حق الإعلان شو رأيك؟ يعني أنا أولا استغرابت طبعا وديستوفسكي وحاليا يعني اقطعونا عقودهم حتى يعني قادة أوركستر الموسيقية ويسحبونا بعد السينفونيات الروسية لكني تذكرت أيضا في الحرب العالمية الثانية وعندما فعلا يعني درسنا تاريخ هذه الحرب كانت كمان مفاجأة بالنسبة لنا أن البيت المتحدة عندما كانت في حرب ضد اليابان فهي يعني جمعت ربما المواطنين اليابانيين في البيت المتحدة ووضعتهم بعتقلات هذه قوانين الحرب وبالتالي قوانين الحرب تمنع الكلام وتضلل في الكلام أيضا التضليل هو جزء من بروباجندا الحرب وهذا ما يجعلني قلف أن هذا العالم ذهب إلى حرب إلى الأقصى إلى الدرجة القصوى بهذا الشكل وهذه القطيعة الكاملة مع روسيا حتى ترضى من كل الاتحاد الرياضية كل الدورات الرياضية كل مهرجات السينمائية والمسرحية وكل ذلك هذا ليس مطمئنان وهذا يعني أنه في جدية لدى المجتمع الغربي في مقاومة الذي يجري في روسيا وربما الأخبار التي قالت عنها حدثت عنها سيدة سوبرونينا ربما غير مشجعة أو غير مطمئنة صحيح لمستقبل روسيا وحتى أشعارا آخر ربما علينا أن ننصح أي مشاهد بأن لا يصدق أي خبر وأن يكرر ويتأكد قبل أن يتخذ موقفا من صحة هذا الخبر أو ذلك نحن للأسف رغم يعني أنه التقنية ونحن في عصر المعلوماتية يفترض أننا تمتع بكمية كبرى من الأنباء لكن للسؤول حظة تمتع أيضا بنوعية رديئة من الأنباء التي يوميا نحن ضحايا له ومن هنا ضرورة كما ذكرت أستاذ محمد تأكد من الخبر قبل إعادة نشره خصوصا في هذه المرحلة بالذات التي تكثر فيها الأخبار دكتور إيفان سهيدا قبل ما نختم انطلقت هذه التطورات هذه العملية العسكرية باستهداف مواقع إلكترونية للحكومة الأوكرانية إلى أي مدى سهل هذا العمل السيبراني ما نعيشه اليوم أو ما تعيشه حقيقة أوكرانيا اليوم نعم قبل الحرب بدأت أولا الهجوم السيبرالي الأوكراني ولكن نحن لم نكون مستغربين بهذا الشيء لأن خلال ثمانية سنوات من الحرب مع روسيا الذي كان نوعا باردة وحرة ولكن ابتداء من 2014 كان هناك استهداف سيبرالي كبير من طرف روسيا متجدد ونحن متخصصون أوكرانيون كذلك تدربوا على الرد لهذه الهجمات والآن نحن جاهزين أن نضافع عن حقنا وأن حريتنا بكل أسليب ممكنة والأسليب الأسكرية والسيبرالية والعالمية والاقتصادية وإلى آخرها وكذلك ربما حسب رأيي هذا الحرب ستدخل في التاريخ كأول حرب سيبرالي جدي لأن الآن هناك استهداف من الطرفين للمواقع الإلكترونية وحتى إذا فتحتوا مثلا موقع الإلكتروني للوزارة الخارجية الروسية أو للحكومة الروسية ربما هو لا يفتح منذ عدة أيام والروسية تريد أن تنقذ الإنترنت من كل العالم وهي تتجاهز لهذا شيء ربما بعد عدة أيام حتى لا تتمكن يعني كل سكان الروس لا يتمكنون من سيكونون في إنترنت خاص يعني تطابع لروسيا وبالطبع في نتيجة هذا الحرب هذه الحرب الشاملة من طرف روسيا على أوكرانيا فمتضرر الأكبر هو أوكرانيا وروسيا بالطبع وبهذا السبب نحن نطلب توقيف هذا الحرب وانسحاب الكوات الروسية من أراضينا العالم أجمع متضرر من هذه الحرب التي نشهد عليها الآن شكرا جزيلا لضيفي الدبلوماسي الأوكراني دكتور إيفان سيهيدا من الكويت شكر موصول لضيفي من لندن الكاتب الصحفي محمد قواص من موسكو شكرا للمستشارة السياسية في مركز الدراسات الدولية إيلينا سوبونينا وأشكر ضيفتي من واشنطن الليلة مساعدة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ونائبة مستشار الأمن القومي السابق لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فيكتوريا كوتس شكرا لكم